بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن التبعون بهدياً وإحساناً إلى يوم الدين أهلاً بكم في هذه الحلقة من تواصل واللي احنا بنحاول فيها نمد يد العون لكل مريض أي أن كان جنسيته وأي أن كان لونه أي أن كان اسمه أي أن كان مكانه تواصل هو جسر للترابط بيننا وبينكم بنحاول أي حد عيان دلوقتي يكلمني على التليفون هنكون إخواته هنحاول نقف جنبه هنساعده قد ما نقدر يسألني أي سؤال طبي اللي في تخصصي هجاوب عليه واللي في غير تخصصي هحاوله لحد أستاذ في التخصص ده إن شاء الله بإذن الله تستمتعوا معايا في تواصل بحلقة جميلة جداً زي ما بدأنا دايماً بنبدأ حلقتنا بالحديث عن كورونا والحقيقة وجود سلالتين أو طفرتين ظهرتها في نيجيريا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ألقت الناس لأنها أخطر شوية ولأن الناس مش مستحملة أي درجة من درجات التغير في كورونا النقطة التانية هي هل اللي اتصابوا وعوفوا وخفوا ويرجع لهم تاني ولا لا دي برضو أصبحت الآن قضية ملحة يعني تطفو على السطح بقوة ويحاول الكثيرون من العلماء أو الكثير من العلماء أنهم يجدوا إجابة شافية لهذا بعد قليل هيكون معنا على التليفون الأستاذ دكتور جمال شعبان أستاذ دكتور جمال شعبان صديقي العزيز جداً المحترم عميد معه للقلب السابق وأستاذ أمراض القلب وكان بيعالج الرئيس مبارك من الرفرفة الأزينية ومن الناس الحقيقة المحترمة جداً في مجالها دايماً ما تحتك كورونا بالقلب الأول احتكت بالدم على فكرة وبعدين بالرأة ودلوقتي بيتكلموا برضو أن لها التأثير بتاع القلب إن شاء الله زميلة حيتوصلوا دلوقتي مع الأستاذ دكتور جمال شعبان وحيكون معنا على الهوى دلوقتي علشان نقول آخر أخبار كورونا ولكن من منظور القلب طيب برضو دايماً الناس بتطلب النصيحة عملت كتاب أنا الحقيقة موجود دلوقتي في السوق عن القصة دي والكتاب ده الحقيقة أنا يعني غالباً عامله مجاناً يعني مش حتى بتكلف الطباعة ولا حاجة الكتاب اسمه الدليل لفهم فيروس كورونا بعد الموجة التانية الدليل لفهم فيروس كورونا بعد الموجة التانية لأن الحقيقة الكثير من الأراء تقلبت وتعددت وحد قال حاجة جميلة جداً قال عارفين كورونا ده إيه؟ كورونا ده زي واحد بيعرج في الشارع ففيه أطباء عظام قاعدين شايفينه من بعيد فطرهنوا على اللي عنده واحد قال لهم شد عضلي عشان كده بيعرج واحد قال لهم لا ده تعبان في الأنكل بتاعه ففيه شرخ في الأنكل واحد تاني قال لا ده فيه تيبس في المفاصل واحد تاني قال لا ده الروماتويد هو اللي عامل كده فاختلفوا لما الرجل وصلهم قال لهم الحقيقة أنا الجزمة بس هي اللي الكعب بتاعها اتقطع مني فأنا ماشي أعرج عشان كده فولا واحد فيهم قال الحقيقة ولا واحد عرف يوصل ليه التشخيص الكامل الحقيقة الكاملة بينها ده الله سبحانه وتعالى علشان كده لما بنحكي عن كورونا طبعاً عايز أقول بس أن كل اللي عندهم مشاكل عن كورونا يتصلوا بيها دلوقتي يعني أتمنى على الأرقام الزاهرة على الشاشة الآن ارفع السماعة وأي موضوع عن كورونا إن شاء الله بإذن الله حنجاوبك عليه بالذات زي بقول إن احنا عملنا كتابين عن كورونا أنا عملت الكتاب الأول اسمه أسرار كورونا والكتاب الثاني اسمه الدليل لفهم فيروس كورونا التشخيص والأعراض بعد الموجة التانية ودي الطبعة التانية منه طيب فالنهاردة معنا يعني محورين عايزين نتكلم فيهم المحور الأول وهو السكر وتصبيت السكر لدى مرضى السكر المحور الثاني هل كورونا تصيب أكثر مرضى السكر ولا مرضى السكر يعملوا إيه علشان يتحاشوا كورونا وإذا جالهم يحصل إيه معهم ويتم إيه كل دا إن شاء الله حنجاوب عليه في هذه الحلقة وحنتكلم عن أنواع جديدة لا يعرفها الناس طبعا مش أقصد للأطباء ولكن الناس العادية عن السكر كنا زي ما نقول للسكر النوع الأول والنوع التاني وطلعت حاجات تانية كتيرة طبعا كنا بس نتكلم ساعة عن سكر الحمل لكن الحقيقة حنتكلم النهاردة لو في فرصة عن المودي واللادة المودي واللادة اللادة والمودي اللادة بيجي للكبار وهو مرض مناعي فبالتالي خدم من الصغار أنه مناعي وحد من الكبار أنه أنه السن يعني السن مش من الكبار ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ماء الغالي العلامة الأستاذ الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب عميد معهد القلب السابق من المعدودين على الإيد في مجال القلب في مصر والوطن العربي أهلا بك ربنا يا سيدك والتحيات لحبتك في الفنامج الرائع بتاعك صديق كبير وإعلاني قدير وصديق عزيز غالي من زمان ربنا يا خليك أنا دايما بقول الدكتور جمال شعبان ده أخي الكبير ربنا يديك الصحة وبنتعلم منك العطف على المرضى ولو تشوفوا صفحة الدكتور جمال شعبان الحقيقة ملقى بالحالات الإنسانية ملقى بالردود عشان الناس ما تروحش تكشف عنده في الحيادة فهو بجد إنسان خلوق ويعني الإنسانية في بشر يعني فأنا يعني لأه زكي على الله أحدا ولكن يعني إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا مليون جمال شعبان في تخصصات مختلفة لأن ده مصر هي مصر ولادة وكل يوم بتطرح العديد من القمم زي الدكتور جمال شعبان دكتور جمال شعبان الناس حائرة ماذا عن كورونا إن شاء الله يعني سنكسر الموجة قريبا إحنا في الموجة الثانية الحالات طبعا كتير كلنا حاسين الأحسارات الرسمية يمكن بترسط بس الحالات الرسمية اللي بتروح المنشفات الحكومية وتعمل التحليل البيتي آر معتمد لكن في حالات كتير في التطاع الخاص وفي حالات كتير في العزل المنزلي إن شاء الله عما قريب يكون اللي قاعد يوصل مصر سواء الصينية أو الأمريكية أو بتاع أسرة لكن أهم من اللقاح الكمان أهم اللقاح حتى الآن التباعد النظافة دي حاجات مهمة جدا حتى بعد اللقاح حتى قبل اللقاح حتى خلال اللقاح تبقى الإجراءات السلاة الاحترازية دي وسيلة اتفاعة الأولى السلوات الجديدة التي تظهر وده طبيعة أي فيروس حسناً عائلة كورونا هيعمل تفارات والتفارات تتمخذ عن سلالة جديدة كل فترة نتعشم تكون 21 لهاية المأساة بتاع كورونا اللي كل العالم حتى العالم الغني والمتحضر يعني يشكوا منها ومن أخطرها سواء الوشارية في قدعين الأرواح أو الخسائر الماسية وتعطوا للتطور بجرد كبيرة جداً إن شاء الله يكون مع 21 يعني بدايات انكسار هذه منك طيب دكتور احنا بندي مزيبات جلطة للمرضى علشان ما يحصلش الجلطة في شريان الرأوي أو يعني جلطة في الرأة عايزين يعني حتى تلقي مزيد من الضوء حوله امتى نستخدم الأقراص زي الزريلت وغيره امتى يستخدم الكليكسان ايه الدور بتاع مضادات التجلط في الحالة بتاعت كورونا مين المرضى اللي ياخدوا مين المرضى اللي ما ياخدوش يعني أعطينا نبزة بحيث إنه يمكن ده التماس بين القلب وكورونا التماس كبير بين القلب وكورونا يا كورونا في حد ذاتها متعامفة مع كورونا للأرض تمام يعني كورونا مشتقة من برضه نفس الكلام الأسنية بتاع مياه الفيروس التاجي طيب مجلولة كورونا للأرض للشرين التاجي يا ليه بين فيروس كورونا لان الشريط بتاع الفيروس محاص بغشاء خارجي زي التاج اللي هو الكورونا بتطلع منه المخالب بياد سبايكس اللي بتدي يعني معشرات البصمة الوراثية لهذا الفيروس المتحول اللي هو مراوض ليه مراوض لانه هو احنا كنا فاكرين في الاول انه هو فيروس سنبوسي يوصيب مع تنزور يمزل الشعب الهوائية بيعمل اتهاب رائوي لكن تبين انه هو فيروس اوائية دموية ويؤدي الى الجلطات ويجيد نسبة دي دايمر دي المؤشر بتاع التجلطات فدي لما بيليه اكثر من سنسونيس نانو لازم نبدأ بيادوية من تجلطات للتجلط لو العيان حابس الوكسيجين لو في الانان المركزة هنجيله حالة في الاكسام كل 12 ساعة تركيز كام يا دكتور؟ تركيز كام؟ يعني 40-80 حسب وزن العيان مثلا لو 60 كيلو هياخد 60 لو 80 هياخد 80 كل 12 ساعة يعني هو المتوسط الوزن من 60 حوانة 60 ميلي جرام تحت الجلد في البطن كل 12 ساعة تمام ده في الحالات اللي هي بيكون فيها المشكلة في التنفس ويكون في سن بدأ ايوطة والدي دايمر عالية ده اول واحد لازم نفسه في الجرعين تمام وذولا طبعا بيكونوا في الغالب الناس اللي معدهم قابلية للتجلط ويجدهم جلطات قد كده في دورة العميقة ويجدهم جلطة في الشرعين استياجي او عنده تاريخ جلطة في المخ فذل يبقوا اكثر ناس عندهم قابلية للتجلط ممكن بعد التعافي وحصل نفس البسجين وخروج المريض من المستشأة أو من الانعي المركزة ممكن هو ينتقل الى الأدوية الحديثة نواك اللي هي الأدوية الحديثة المضادة للتجلط في مصر يمكن اكثر من 10 بدائل طحيح برضو بنحسب الجرع برضو يعني اتبع 20 اللي اذا كان عيان مثلا انتا دي قوي ووزنه قليل او ممكن نديله 10 او 15 ميلي كرام قرص يوميا اللي هو عيد الزرينتو تمام الناس اللي هم الأقل خطورة والأقل عرضة للتجلطات ممكن نديهم حد عدمة من المضادات الصفائح الثمائية مثل الاسبرين او الكلوبيجوريل اللي هو الابكس اذا مضادات التجلط دي كانت حاكمة وده اللي حاكمت النتائج ويمكن اللي فاقلناهم كميات كبيرة جدا في الموجة الأولى والذات في اول شهر كان عشان احنا مش فاهمين انه كيه تجلطات ده في بعض الحالات اللي بيجي لها صادم بيتكريشة فجأة كده تلاقيه الاكسجيوم دايوسة وممكن يتوقف قلبه دولة بيحصل لهم جلطات في الرأس الناس دي ممكن مدي بقى حاجة مباشرة وقت حضوة هذه الجلطة اذا هذا المرض هو مرض مالتي سيستم افكشن ليش بس مرض اناكوتي يصيب اكثر من العض يكتاح الاولاد الدموية يودي الى التجلطات في اين كانت ده من الضخ فالقلب فالرأسين فالكولة فالكبد حتى ممكن يعمل جلطات صفحية تظهر على هيئة كرحة في الجلد او نوع من التلون في الجلد دكتور جمال اخر سؤال عندما كنت عميدا لمعهد القلب استحدثت نوع من الادارة جميل جدا لكان الحزم والحب يعني لن ينسى الناس ابدا دموع كل الشغالين في معهد القلب وحضرتك بتترك هذا المكان وفي نفس الوقت كانوا شغالين بكل طاقتهم فلسفة الجمع بين الاتنين يعني حازم وفي نفس الوقت بيكتسب القلوب ويكذبها كالمغناطيس تيجي ازاي دي؟ الحمد لله انا بحتسب هذه الفترة من حياتي وبحتسبها يعني شفيعا ليه يوم الضحام عند المولى عز وجل وصدق التنجاري على روح المرحومة امي التي علمتني العطاء ووسطني بالعطف على البسطاء الحقيقة الحظ هو اللي كان ليجمع القلوب عندما تجمع هؤلاء الشباب الصامحين المتحمسين على هدف هتأخذ احسن من عندهم بذن خلوة زيادة صح فكل ده اعملته انا اعملت هدف لازم نصبع الاول على مصر في القوام الانتظار لازم معهد الهدف بذنية الاول الهدف في مصر من حيث استقبال الحالات من حيث الابحاث من حيث المؤتمرات من حيث التعليم من حيث البعثات لازم ده منارة القلب الولى في مصر وصلهم كده ذات كليه صد القلب المصرية صح طبعا اجتمعوا لهذا الهدف يشتغلوا على مدار الساعة للمهار يجيبونا كلفات وركبونا الدعمات يضبطونا دقات القلب كل ده جنود مجهولون لا يبحثون عن الأضواء غير ان عيام غلباني بينهم دعوة فعملوا آلاف الحالات بدون انتظار الأوراق والقرارات وكانوا الأول العيان مصري ومعهد الالد تتطع في مصر والوزارة مصرية فطالما عندي الدعامة وعندي الأسرة وعندي البلونة وعندي البيتنيكر وعندي الدكتور اللي عنده الخبرة وعندي الأسرة التي تعمل على مدار الساعة لماذا ننتظر؟ مريض المحتاج واتفنة ودوقه شهر وشهرين الاف وانا بقيب ان انا عهاله فجعلت الإنسان أولا قبل الأوراق ودي كانت الموطة اللي هي فيصلية ومحورية وفتحت الرعاية الفندقية اللي كانت بغلاقة على اللي يتشعه ما ينفعش عندي 15 سرير الثانين واحد يجيزه وعندي عيام تحت تحتاج سرير فتحت الرئيس المدقية لمن يحتاج وقلت أي سرير فاضي هو بالعيام المحتاج بغض النظر عن انتباعه بغض النظر هو تأمين هو كونسيون هو مجاني هو برايبت هو إنسان يحتاج إلى التداخل فكنت بتاعده شكرا فكانت تجربة إنسانية رائعة صحيح وصلها جماعة الشعبان لكن كان مزرد منسط لكوكبة من القلوب المصرية الرقية وعلماء مصر الرقين قمة الأخلاق يا دكتور جمال أن نغلب الإنسان على الأوراق وتلك قمة الأخلاق أنا بشكر الأستاذ دكتور جمال شعبان على هذه المدخلة أستاذ القلب المشهور وعميد معهد القلب السابق على هذه الأطروحة طمنا على حلنا في كورونا اتكلم عن تأثير كورونا على القلب وزي ما أنا قلت الأول ابتدت بإيه؟ ابتدت بإنها لاي علاقة بكلات الدم لاي علاقة بالفريتين بعد شوية انتقلت فقلنا صدرية يعني اعتلى الصورة الأول الناس بتوع الهيمتولوجي بتوع الدم ثم رجع الموضوع لبتوع الصدر ثم رجع الموضوع للقلب الآن وكله بيقول لا كورونا دي تبعي لأنها أوعية دموية بعد شوية انتقلت إلى السلالة تانية على الجهاز الهضمي فبقنا نشوف حالات جهاز هضمي وأول ما بدأ كورونا قلت لكم أعراض الجهاز الهضمي سألت كتير أو سألت كتير عن الأعراض عشان كده يعني حتى أحد اللي عاملين في الاستوديو والمحترمين في الاستوديو معايا قال لي وضح للناس إنه مش كل حد عنده سخنية وبرد يبقى كورونا وده حقيقة إحنا ليه بنقول نعتبرها كورونا عشان ناخد الحرز يعني ناخد الحذر وناخد احتياطاتنا وناخد كل اللي نقدر نعمله إنما يظل عدد كبير برضو من المصابين مش كورونا مجرد ما لوحد يسخن وعطس خلاص كورونا لأ خالص إحنا بس بنعتبرها كورونا ولذلك الطبيب الشاطر ما يقولش كورونا يقول إيه اشتباه كورونا اشتباه كورونا طيب بفكركم تاني تقدروا تتواصلوا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة الآن للحديث معنا حول هذه الأطروحة النهاردة أخبار كورونا بدأناها إحنا بنكشف على الناس بالمجان إحنا بنشوف مين محتاجه بنساعده أي حاجة طبية ارفع السماعة وكلمني دلوقتي تواصل هو طاقة أمل وطاقة نور وحبل إحنا بنرميه علشان الطرف الآخر يمسكه علشان نقف جنبكم في كل مشاكلكم الصحية والطبية إما أنك تتواصلوا الآن أو تتصلوا على الرقم 014-114-362 ده رقم واطس خاص بي أنا برد عليه أو فيه أرقام على الشاشة تقدروا برضو حضراتكم بالواطس تتواصلوا عليها أو تتكلموا عليها طيب هنرجع بقى للسكر وماذا يجب على مريض السكر أو جاتلوا كورونا هو الحقيقة مريض السكر يجب عليه جاتلوا ولا ما جاتلاش إن السكر يكون متزبط جاتلوا أو ما جاتلوش كورونا لازم سكره يكون متزبط ولذلك لو سكرك مظبوط أنت هتتساوى مع العاديين مع الناس اللي ما عندهمش سكر فهتبقى بالتالي مقاومتك لكورونا شبه المقاومة بتاعت الناس التانية لأنه عايز أقول لكم في موضوع كورونا إنه مقاومة يا جماعة يعني لسه الأستاذ عبد حميد توفيق رئيس القناة المحترم كان معايا دلوقتي بيكلمني وقابلها الأستاذ ولي عاطف عبد الرشيد المحترم الحقيقة يعني إحنا بنتكلم برضو على إزاي ندي معلومة لأنه دور الإعلام الآن ودور القنوات الآن إنها تمد الناس بالمعلومة لأن المعلومة تساوي حياة فإحنا قلنا إنه فيه ثلاث سلالات في مصر سلالة ضعيفة وسلالتين أقوية السلالة الضعيفة الفرق بينها وبين السلالة القوية إن الضعيفة ما بتأزيش الأذى اللي تخاف منه فبالتالي أنت تقدر تقول إنه الناس اللي جاتها كورونا بطريقة سهلة أو بسيطة دي السلالة البسيطة أضف إلى ذلك إنه كورونا أصلا سواء كانت السلالة قوية أو بسيطة في 85% ما بيتأثروش تأثر جامد بكورونا ودي البشرة اللي دايماً بزفها للناس ودي يعني لنا زميل في القناة هو في البيت يعني كان واخد أجازة فأصيب بكورونا هقول لكم إيه اللي حصل بعد ما نسمع مصطفى السلام عليكم السلام عليكم إزيك يا أستاذ مصطفى السلام عليكم تفضل يا فندم تحت أمرك يا ريت توطي التليفزيون تسمعني من التليفون بعد إذنك تقول لك يا فندم العزة تخصر بس تفضل طيب كتع الاتصال أستاذ مصطفى عايزين نرجع تاني نقول إنه حجر الزاوية حجر الزاوية في الحكاية دي المنحتك عشان كده حد يقول لي طب ما الأولى يا دكتور حسين إنك تقول لنا نقوى المناعة إزاي أقول له برافو عليك ده سؤال مهم جداً الحقيقة المناعة تقوى أول حاجة بالنوم 8 ساعات كاملة بعد صلاة العشة حد يقول لي الله وأنت عشان مسلم بتقول بعد صلاة العشة يعني الحقيقة إنه الأبحاث كلها أثبتت إنه منحة الجسم تستطيع أن تقويها وتحتفظ بيها لو نمت في التوقيت بداع بعد صلاة العشة على طول يبقى بعد صلاة العشة 8 ساعات متصلة حتى لو ما جالكش نوم ما تقومش خليك في مكانك الحاجة التانية التغذية الحاجة التالتة الحالة النفسية عشان كده ما ينفعش في كورونا معنوياتنا توطى خالص خالص واسلاح اللي بساعد بيه المريض بتاع كورونا هو الحالة المعنوية بتاعته طيب معايا يا سيد محمد وأنا نكمل الثلاث حاجات المهمين دول سيد محمد السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله على رأس يا حبيب تفضل عيوني الله يعيز على كل سنة أنت طيبين وحضرتك طيب والأمة المصرية والعربية والإسلامية كلها بخير والله يرضى عنك لقدرك يا رب والله يجيك معلش أنا معاي استغاثة بس معاي الثلاثين بيعانه من مرض في عيونه ومش عارف يعني دريجة العلاج الصح اسمهم ايه يعني ايه المرض اسمه يا حبيبي والله ما عرف اسمه يا دكتور همم بس يعني لو بتقدر تبعث للحاجات على الواتساس تأذنك اكتب الرقم زلو مية واربعتاشر مية واربعتاشر كلت ستات اتنين زلو مية واربعتاشر مية واربعتاشر تاني كلت ستات اتنين دع ليه واطس ابعتلي التحاليل والحاجات واحنا هنساعدك ان شاء الله ماشي حبيبي شكرا شكرا انتم منين طب الاول بس منين وزميلي في الكنترول اديهم موبايلك من اسوان منين من اسوان انا حبيبي كلهم في اسوان من اسوان من مركز ادفو ادفو اه احسن ناس يا حبيبي اه والله اطيب ناس سيب موبايلك بس في الكنترول وما تنساش تتواصل معايا الف سلامة السيد احمد لما مدنا رمينا الحبل هو مد ايده وده اللي عايزينه مع كل حد محتاج لنا احنا معاكم في نفس الخندق بنحس بألمكم عملنا البرنامج ده مخصوص مخصوص عشان لو حد في حاجة تعباه نمليه دوة ولا حاجة حد عايز تحليله ومش فاهم هو ايه نشرح له حد محتاج خدمة في اي وقت التواصل ده برنامج هو عبارة عن طبيب في بيتك واريد ان اضيف اخ وطبيب في بيتك واريد ان اضيف اخ وطبيب وبيخاف عليك في بيتك فبالتالي احنا في البرنامج ده اللي ان شاء الله حيستمر بنمد ديادة العون لكل مشاهد اي حد عنده مشكلة طبية زال وسيد احمد دلوقتي يتصل مش هنسكت لحد ما نحلها وقد ما نقدر بإذن الله ما قوتينا من قوة بإذن الله طالما البرنامج معمول لوجه الله وطالما اني اللي قائمين عليه فقالا يقصدوا هذا حتى تلاحظوا انا ما بقولش عيادات كتير ولا اماكنها فين كتير ولا حاجة كل اللي عايز اقوله بس انه عايزين نساعد الناس الحالة الاقتصادية لحد ما قصرت شوية بكورونا في العالم كله مش في مصر بس في العالم كله فبالتالي لازم نساعد بعض لازم نساعد بعض انا قريت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مبارح رقمة الروعة في جزء حقولهلكم ان شوية رائع جدا السيد عبدالراد من اينا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا حبيب منين من اينا من ابو تشت انا احسن ناس يا حبيب تفضل من ابو تشت احسن ناس تفضل ليس قلبي تفضل يا دكتور انا كنت من الجماعة الراجعة من الكويت كانت جاهز من نظر كورونا اه جاي بكورونا لا 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 كان هناك عدة دور يعني زي اه حسة الشم والتزوق لكن انت دلوقتي حللت هنا انت في مصر ولا في الكويت في مصر مش كده لا لا في مصر انا في مصر اه تمام حللت احللت هنا وما فيش حاجة عندك حللت ايه تحليل الدم والاشاعة اللي على الرئة اه لا لا حللت كشبت كامل وفيش حاجة طلعت سلبية هنا تمام يا حبيبي طيب ايه المشكلة بقى يعني انت بتقولوا الاعراض اللي جاتوا الاول لا لا هقولك انا هقولك مدام حللت وما فيش انا لسه كنت بقول ايه في اول الحلقة يا حاج عبد الرادي بص انا من انا اساسا اصولي من انا اصلا وعندي عيادة في لقصو في شرق التلفزيون فناس انا كلهم عندي في العيادة فانا بحب القنوية جدا يعني الله يخليك يا باشا الله يكرمك فاللي عايز اقوله بس حضرتك انه تقبصوا يعني انا بديت قلتي في زميل لنا في الاستوديو قال لي ارجوك قل للناس الناس في هلع الان اي حد بيسخن او يفقد حاسة الشم والتزوق بيقول انا كورونا خلاص لا ده مش حقيقي لانه كورونا فقد حاسة الشم والتزوق من اربعة لحداشر في المية يعني ما نجيب واحد ميت واحد كام واحد يفقد حاسة الشم والتزوق حداشر على الاكثر وممكن اربعة فاربعة في المية معناه كتير خدوها وما ايه مفقدوش حاسة الشم والتزوق لا ينبغي النقيص عليها معاي حضرتك سيد عبدالراضي سيد عبدالراضي طبام انما انما حضرتك حللت وعملت الصح طلع مفيش فخلاص حللت طلع مفيش عايز تكتب دلوقتي التحليق اللي بنعملها الكورونا يا ريت كلكم تكتبوا لو انت عايز سي ار بي تي اي لا سي ار بي تي اي لا احنا بقول في البرنامج هنا بنمل الناس ادوية لو اقدرنا بنمل الناس تحاليل لو اقدرنا بنقف جنب الناس الغرض من البرنامج وقول لصحابك وكل يقول لحبيبه في برنامج بيعالج الناس على الهوى طبعا العلاج على الهوى مش صحيح لكن احنا بنقف قد ما نقدر مع الناس وكأن فيه دكتور في البيت لكن مش بنقول ان ده يمنع الكشف طبعا في العيادة والكشف والفحص وكل حاجة لكن هي مجرد مساعدة مننا لو حد مش قادر يدفع تمن الكشف بنوفر عليه ونقوله يجيب ايه فيتكفل فقط بثمن الدواء والنواية تسمي بالزير واحنا بنحاول لوجه الله ان احنا نقف معاكم بإذن الله تعالى وده مش تفضل مننا ده واجب علينا ناحية اخوانا وحبيبنا واهلنا وناسنا رجع الى استاذ مصطفى تاني السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل يا استاذ مصطفى تكلم منين من المين يا فبي منين من المين يا المين يا اهلا وسهلا احسن الناس تفضل يا حبيبي ولك يا فبي انا دكتور والله تدري احس ان هو كاتب عليها كل شوية كده باخد نفس كده مش طبيعي الف سلامة الف سلامة في سخنية راشح من الانف دور برد تكسير في العضلات خانقة ديئة فقد شهية لا لا مفيش ولا حاجة من دول لا مفيش غرالية من السنين كده صدر ما كاتب عليها اه عندك حساسيت صدر قبل كده او اي مشاكل في الصدر كانت قبل كده لا هي المشاكلة انه مفيش من باش بعالم احكايت بخانقة دي من فاطرة طيب تقدر تكتب اقولك تكتب ايه حضرتك معك ورقة او قلم لا اجيب ورقة او قلم طيب هات ورقة او قلم على ما تجيب انا معك على الهوة هكلم الناس وانت معي على ما تجيب الورقة او القلم مش هنقفل السك ماشي بسرعة يلا طيب طيب بيجي الحالة باستاذ مصطفى ونتكلم عليها هو نموذج من اللي انا كنت بقوله من شوية انه لو حد جات له دقيقة نفس طبعا دقيقة النفس تيجي مزدعل حد مراته منكد عليه حد دحماته منكد عليه حد مديره في الشغل منكد عليه الابض تأخر الشهور كزا طلبات الولاد طلبات وارد جدا فتبقى ايه اول ما تيجي تديه او دي لو جات له غير كورونا كان عادي لكن دلوقتي يحطها في باب كورونا واحنا عايزين يحطها في باب كورونا ليه بقى علشان كلنا لو كل واحد خد الموضوع بجد المجتمع هيعيش سليم انما لو كل واحد خده بهزار وقال لا دي مش كورونا وطلع عداله عشر عداله خمستاشر عداله عشر عداله عشر ده احنا حكينا قبل كده وقلنا معلومة مهمة جدا للناس اللي بتجي له كورونا بيعدي يومين قبل ظهور الاعراض وده ثابتة قبل ظهور الايه؟ الاعراض واحنا حكينا قبل كده وقلنا من خطورة كورونا انه بيقعد في القوضة بعد الناس ما تمشي يعني كورونا لو حد دخل قوضة كان فيها حد فيها كورونا وارد جدا انه يتصاب وده يعني تجاره بتعملت فبالتالي الموضوع مش فزار عشان كده دايما بنوصي اللي اتصاب بكورونا يقعد جامب شباك جامب شباك حتة مضيقة فيها تهوية جيدة ده مهم جدا جبت الورقة والقلم سيد مصطفى طيب هنكمل بقى ونقول انه مش كل واحد تجيله الاعراض يعني احنا عايزين نشيل الهلع ونحط الايه؟ الامر بجدية لو عملنا كده وشلنا الهلع من النفوس لكن حطينا الجدية في التعامل مع الامر احنا هنعدي الازمة دي ومصر هتعدي على خير ان شاء الله وهي هتعدي على خير ان شاء الله لان مصر محروسة مصر ربنا بيحبها مصر ربنا بيحب اهلها يعني يعني مش عايز اقول ايه في مصر كتير يتقال في مصر طيب ارجع تاني واقول من الحاجات المهمة جدا اللي قالها الدكتور جمال شعبان النهاردة من الحاجات المهمة تكون موجودة في البيت وحنقول ايه دي دايمر دلوقتي وحنقول اقصته الحاجات المهمة في البيت ان حضرتك تشتري اوكزيميتر هو بيتسميه بالانجليز باستعلم بالعربي اوكزيميتر او اوكسيميتر تمام اوكسي 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 طيب الاوكسيميتر ده اوكسي واو كاف سينيا ميتر انا ليه باقوله بالعربي كتير عشان الناس كلها تجيبوا موجود بماركات كتيرة في السوق من اول سبعمائة جنيه حد ميتين وخمسين جنيه وميتين جنيه ميتين جنيه هتحبينت من اي حاجة ليه بقى اللي بنشك ان عنده كورونا وضيئة نفس زي مصطفى مصطفى اللي كلمني من المينيا الاخ مصطفى الفاضل المحترم هيحط زي المشبك كده هذا الاوكزيميتر او البالس اوكزيميتر في صباحه وثلاث مراته ولا اربعة يقيسه في اليوم فيه رقم صغير بيبقى البالس اللي هو النبض بتاع ايده وفيه النبض بتاعه يعني وفيه رقم كبير بيبقى الاكسجين طالما الاكسجين منزلش الاثنين وتسعين انت متطمن وكورونا ما عملتش فيك حاجة وده لكل المرضى على فكرة حتى اللي في العناية المركزة حتى اللي في البلوت معزولين حتى الشخص العادي هو ده فيصل مهم جدا خد بالكم انه حتى تحليل الدم اقدر اقول انها تنفي ولا تثبت تنفي ولا ايه ولا تثبت تنفي ولا تثبت يعني ايه تنفي ولا تثبت الدكتور حسين ما احنا عاملين ندفع في التحليل قد كده وبتوع المعامل يعني قد كده وامرطاتهم جابوا دهبوا يعني وماء والماس يعني كده يعني هو الحقيقة التحليل الطبية دي تنفع كورونا وتنفع حاجات تانية جايباها فانا لم بلاقي واحد ما عندوش خالص ولا حاجة من دول ابركله بثقة اذا هي ايه نفت لكنها ما اكدتش كده قلت الدكتور الشاطري يقول ايه اشتباه كورونا لان وجود ارقام عالية في حاجة من الحاجات دي لا يعني ابدا انها كورونا 100% ممكن يكون الالتهاب حاجة تاني وعلاها موشوية الحاجات اللي بتتعلى دي دي اسمها الدلائل الالتهابية الدلائل الالتهابية اللي هي CRP سير اكتف بروتين تفاعلي اسمه CRP CRP تقيلة انا بقولها كتير عشان الناس تسمع منه وتحفظ حد عايز يتطمن عند كورونا ولا يروح حال للتحليل اللي بقولها CRP CRP اسمه سير اكتف بروتين CRP لاكتيب ده هيدروجينيز LDH سي بي سي صورة دم كاملة ESR سرعة الترسيف في الساعة الاولى والساعة التانية دول مهمين جدا والدي دايمر طبعا اللي قالينا عليه الاستاذ الدكتور جمال شعبان المحترم فالخمسة دول منبصة فيهم نقدر نشوف الدنيا عاملة ايه وقد نشك ان دي كورونا وقد ننفي تماما برسبة 100% ان دي كورونا لو الخمسة اللي ما عندهمش حاجة يعني خلاص احنا بتكلم في حالة سليمة ومبارك لها طيب يأتي دور الاشعة وهي الكورنر ستور واستون وحجر الزاوية حجر الزاوية في الموضوع هي الاشعة الاشعة بيبان فيها ايه لما الدكتور يمسك الاشعة المقطعية على الصدر عشان اتأكد في كورونا ولا مفيش بيلاقي زي الزجاج المصنفر حضرتك لو جبت الزجاج وصنفرت وكده تلاقي في ضبابية في الرؤية فعلى الرئة يبقى فيه نقط كده صغيرة فيها الضبابية دي ويبان عندنا هي قول ولا ريسنت يعني حديثة ولا من شوية وكل ده يتبقى في الاشعة المقطعية نقطتين مهمين قالها وهي ما تعملهاش بسرعة يعني في الاول ما تعملش بسرعة وفي الاخر ما تعملش بسرعة لانه الاشعة الحقيقة ساعات تطلع بحشة قوي وتحس ان الرجل ده هيموت بكرة وتحس انه ايه ده مش ممكن سيئة سيئة وبعدها نستنى شوية شهر ولا شهرين نعمل اشعة تاني لا يتحسنت منسبة ستين في المية عن الاول او سبعين عن الاول عن الاول فدي رحمة من ربنا بتبقى عشان كده لو حد عمل اشعة مقطعية ولقى فيها حاجة وحشة استنى شوية بعدها ويحمل اشعة مقطعية حيلاقى يفرجوا الله قد اتت ورحمة الله قد اتت معي الاستاذ هيبقى السلام عليكم عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا بحضرتك يا اختي تفضالي بتتكلم منين من حلوان اهلا وسهلا بأهل حلوان كلهم مأمورين يا ستكلم ربنا يجازك خير يا رب يجعله في حسناتك مازان حسناتك ان شاء الله يا رب حسناتك وحسناتك يا رب الجميل يا رب يا رب يا رب يقول لحضرتك اه والدتي عندها ستة وخمسين سنة ربنا يطاول عمرها اه اه كان بتحس بشوية دخل كده فعمل شوية تحاليل اه مش عندها سكر خار مش بتشتكي من السكر خار بس عملت تحاليل طلع الصايم عندها مية وتلاتين والتراقومي تمانية وتلاتين من عشر تمانية وتلاتة من عشر هي مكتوبة تلاتة وصفر جنبية ماها تلاتة وصفر يا باوي يعني تلاتة ومان عشر تلاتين من مية يعني تلاتة ومان عشر تمام او 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 بس كده فهي مش مريض السكر ولا اي حي او مرة تكتشف السكر عالي كده عندها كده بس هي بتاخد للدوخة يعني انا كنت تتمنى عشان نشوف الدوخة دي جايلها من ايه بتاخد فيريتيرك اربع وعشرين مستمرية عليه الغذر وانه فهلها تاخد علاج للسكر ولا تنظم اكلها ولا تفيدني يا دكتور وتقول لي حاجة حاضر اجاوبك حالا وفي سؤال ثاني يعني هي دلوقتي مثلا تعمل التحاليل دي تاني تقررها مثلا كل ادقيه عشان تتمنى ان الرقم بيزيد ولا ولا كويس ولا كده حاضر عندها ضغط عندها ايه حاجة تانية كده ولا ضغط لا الحمد لله الضغط مزبوط يعني بيبقى مثلا مية ومية مثلا تمانية وعشرين وتلاتين على تمانين طيب هي جانبك اسألها كده فينا اشوفان في الدي ساعات اااة لأ لا البول كتير طيب تحس البول كتير لا لا ولا اي اعراض خارج Virtual في تنميل في الادين أو الرجلين ساعات شكشكة كده نغزه في رجلها مكان ما بنحط رجلين حالارض او خف ادينها يعني الخفة بتاع الرجل والأيدين فيه تنميل بس مش مع حرقين تنميل عادي بيجي في دراحة ساعات بيجي في رجلها ساعات تنميل زبطت أكلها هي ماشية دلوقتي بقى لما عارفت كده الدرجة عالية كده شوية بقيت تقلل بقى في النشويات والسكر والحاجات دي ما تعملاش بالسكر حتى الشاي والأي حاجة بتشربها بتقلل السكر خالي والله احنا في مرحلة مش عايز تقلل انا عايز تمنع او تخلي مرة واحدة في اليوم معلقة شي صغيرة وخلاص لانه خد بالك ممتك دخلت برجلها جوه السكر عايزين نسحبها ووارد او نرملها الحبل وتيجي معانا عند الناس اللي ما عندهاش سكر يتبقى الارادة خد بالك تمانية وتلاتة من عشرة ده في الغالب في الغالب بالخبرة المتوضعة يعني بتاعت الواحد هي حتتزبط مع جلوكو فاج اكسار الف معايا حضرتك وده مش دوا سكر ده بينظم السكر قبل ادي المرضى السكر وانا بقولي المعلومة دي عشان في ناس بتخس فبديها لها فتلاقيه معا بتغي السكر تقولك او الدكتور ده الدني دوا سكر وانا ما عندش سكر ده مش دوا سكر ده بيزبط السكر بس في الدم سقط يعني اجي 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 لها هتجيب لها ملكوفاد اكسار الف يا اختي وهتزبط لها النظام الغذائي عشان ما تدخلش خد بالك مد نهاش لدلوقتي ادوية سكر فمد نهاشي ادوية سكر انا بس عايزك تقولي للوزن والطول بتاعة كام يا اختي اللي ايه؟ الوزن والطول اول الوزن مش فكرية قوي تقريبا حاجة وتسعين داين اه من الفترة هي كتعامل حاجة زي كده والطول هي قصيرة يعني 150 او 150 او 150 او 150 ما هما الرجالة بيبقوا اكسر عرضة للمشاكل دي لحد الست ما تقطعها الدورة يعني تظل الدورة الشهرية وهرموناتها حامية للمرأة من المشاكل كلها بالزيد بتاعت القلب وبتاعت الكرش بتاعة المطن بعد ما تنقطع الدورة الست بتدخل تاني معانا عالتراك وتبقى ماشية قريب من نسبة الرجل إلا بتاكن يعني زي هي عندها دا دخم في الرحم بس حميد يعني والحمد لله ما فيش دم وفيش ما سلتوش ليه طيب؟ اه هو الدكتورة لها ما يعني لو في حدوث دم او حاجة بس كنت عسألك فيه دم ولا طبعا دا الفايسل برافو عليها الدكتورة دي فيه دم؟ اه 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 لا لا ما فيش خالر خالر تمام هو لو ما فيش دم يعني كل اللغبطة اللي عندها دي تاخد بقى دوة دوة للسكر ولا تستمر على دوة بتاعة الدوخة دا زم هو والدوخة دا ملوش اي دور اي خالر دا بتاعة حاسية اصلا دا انت انت تقطيه غلط في الغالب على فكرة هو مش زيرتك يعني ممكن يكون بيتا سيرك بس انت نقطيه غلط او مايكرو سيرك بيتا سيرك 24 مش زيرتك اولو في فير سيرك اه فير سيرك اه فير سيرك طب ايه جاب الفر سيرك للزيرتك هشفت انت نقطيه غلط وانا انا وقحتك ازاي انت نقطيه الاسم غلط الزيرتك ملوش 24 اللي فيه 24 الفر سيرك يا بابا وده اللي او الودن فيها الكهاب او ازن وسطة او بالدوخ او التوازن اه 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 كلام ده صح اه ملتهبة اه اودنها ملتهبة فعلا صح شفت انا دكتور شاطر ازاي بقى اه ربنا يا جزيز خير يا رب ايه خدمة يلا الف سلامة هقولي كل حاجة دلوقتي طيب ماشي هاخد دالك لو حد قطعنا باتصال حضرتك المعلاكي رقم الواتس كتبتيه يمكن واخوانا كلهم يكتبوها بايبنا زينوا 114 114 362 او حتى بعتيلي على 84 شارع المانيال محطة الغمراوي دعياتي في المانيال او في اول فيصل اي جواب كده فيه التحليل هارد على حضرتك ابعاتي واتس هارد على حضرتك معايا طيب تعالوا نقول الحالة دي ونقولها نموذج الحقيقة وحتنداشوا لما تعرفوا ان الطب والبروتوكول الجديد لحد تسعة بيقول ما تبتديش بعلاجاته بتاعك علشان كده انا مرضيتش يبدأ بعلاجات للسكر على فكرة الدواء اللي انا قلته ده مش علاج سكر ده علاج علشان يزبط السكر لكنه مش عشان كده بقول بنيديه لناس تخس فاللي بيخس يلاقى اخوه عنده سكر وعنده نفس العلاج ورفيع او يعني يعني مش واخده للسمنة تمام فيقول الله ده الدكتور ده مش شاطر ولا ايه مديني دواء للسكر وانا ما عندش سكر اصلا فهو ده مش دواء سكر الحالة دي بنقول عليها ان احنا لازم نزبط لها ما يسمى باللايف ستايل او اسلوب الحياة لايف ستايل يعني تحاول تعمل رياضة قد ما تقدر المشكلة انه السن الكبير شوية بيجي بقى خشونة المفاصل والروماتويد ساعاته يعني بيبقى الحركة يعني مش 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 شغالة قوي معاه لكن قد ما يقدر الحاجة التانية النظام الغذائي واللي عنده سكر لازم يقلل النشويات وياريت الحاجة دي تبطل خالص رز ومكارونا بطاطس ده قرار اول انا لو يعني بايدي امنع الناس بتاع السكر من الرز والمكارونا والبطاطس لفترة خالص وفي العيش اكل ربع رغيف واملبطني صلطة الاول يعني غلط اخد معلقة مثلطة وبعدين معلقة من طبق تاني لا صلطة احطها زي الشربة ويحلف ان الدكتور حسين الشورة بتاع السكر الدكتور حسين الشورة بتاع السكر هو اللي قال لي كده وانا يعني امام الله اتحمل هذه الامانة يبقى تاني لو خدنا شربة عدس ملنا بها بطننا بس مش شربة لسان عصفور بتاع السكر ما ياخدوش شربة لسان عصفور خالص ياخدو شربة عدس مثلا تمام وناخد بعد كده خدنا الطبق ناخد طبق السلطة كله كله بالطريقة دي بالطريقة دي بعدها انتقل الى الاشياء الاخرى وحاول ما تاكلش بالاشياء قد ما تقدر يعني لو ملوخية بالمعلقة ليه لأ بامية بالمعلقة ليه لأ لحمة كلها كده فالحياة ده مهم جدا مهم كمان السكريات انها تقلل خالص لو بتاخد 3-4 كبهات شاي كفاية كبهة في اليوم فيها معلقة واحدة وخلاص ده هيفرق جدا جدا حقول الناس دي تاكل لحمة كتير مفيش مشكلة تاكل فمك كتير مفيش مشكلة تاكل فراخ كتير مفيش مشكلة تاكل جبن تاكل ألبان تاكل زبادي تاكل بيت تاكل كتير جدا بس ما كانت روش سفار البيت طيب لحد دلوقتي احنا كويسين والدنيا تمام جبنا قريش واينوت الفاكهة اللي تاكلها بقى عشان دايما انا ببدأ بالفاكهة اللي مريض السكر ياكلها تاكل تفاح بس لو القولون واجه حتشيل القشر تاني تاكل تفاح بس اللي ياكل تفاح والقولون العصب يتعبوا او عنده قولون يقشر حكتين التفاح والخيار يبقى تفاحوا الخيار هايلين بس ساعات بيتعبوا القشرة بتاعتهم الايه القولون رغم ان الالياف حلوة جدا عشان ما حدش يقوله دكتور حسين بيناقض نفسه قال لنا الالياف والتين ومادة البكتين والحاجات اللي قال لنا دي العلمية فازاي بيقول الخيار وحش الخيار مش وحش لكن عند بعض الناس بيزود حالة القولون العصب حنحط لامون على الاكل على طول ثبت في احد الابحاث واكتر من بحث انه بيخفض السكر بالنسبة معقولة كمان القرفة والقرفة تتطحن وتتحطى على الاكل واحد اتنين تتغلي وتتشرب من غير سكر تلاتة تتساف بالمعلقة خدها بالمعلقة لوحدها او مرشوزة على الاكل القرفة رائعة لمرضى السكر هدي بقرفة هدي مرضى السكر بلمون مهم جدا طب الصلاة أكلته اعمل رياضة ايه السكرك بعد الاكل بساحتين المفروض ما يعديش 160 الى 180 ما يعديش 160 الى 180 نبقى هايلين وفي منطقة كويسة التركوبة طبعا بتاحها بيحلف انه عندها سكر والصايم بيحلف انه عندها سكر بالمناسبة اختنا اللي اتصلت دلوقتي تمام سازه هيبة يمكن اللي امها 56 سنة على ما اذكر لو الاستاذ هيبة يعني تمام طيب 130 دقية دكتور حسين يعني عمل ايه يعني اقلك مؤشر ايه طبعا الامن في الصايم الصبح اقل من 100 الامن اقل من 100 وكل ما اقل معدل انه يضرب في السبعين 75 يعني كل ما اقل كل ما كويس ما فيش سكر التراكمي بقى تراكمي يا حبيبي من 5 و 7 من 10 ل 6 و 4 من 10 التراكمي اللي ما عندوش سكر هي الحجة كام 8 و 3 من 10 احنا بعيدنا كده عن النورمال الطبيعي وبعدنا عن اللابسين الفانيلا احتياطه وحيدخله عند بتوع السكر ما احنا عندنا تلات تلات نوعات تلات فئات يعني تلات انواع ايه تلات انواع او الفئات او الانماط بتاعت السكر النمط الاولاني حد ما عندوش سكر ومش هيجيله وبعيد عن السكر ده السكر تراكمي بتاعه وليل عن 5 و 7 من 10 بكتير يعني بعيد عن 5 و 7 من 10 فقده راجل مش معرض ياخد يجيله سكر ولا حاجة التانية المنطقة الرمادية اللي بين بين اللي هم قاعدين ولابسين احتياطه حينزله تابعة بتوع السكر بعد شوية وده من كام احفظوا الرقم ده من 5 و 7 من 10 ل 6 و 4 من 10 يعني ايه معناها معناها اقل من 6 ونص معناها اللي 6 ونص فما فوق عنده سكر طب ام الوستاذها هيبها 8 و 3 من 10 لازم تتذبط والقرار قرارها عايزة تفتل في وسط بتوع السكر ماشي عايزة تطلع مع الناس اللي ما عندهاش سكر برا في كرسي فاضي اهلا وسهلا بايه باللي قلناه رياضة ان امكن حالة نفسية كويسة مش لازم نعصب نفسنا ونتدايق في السكر والضغط بقول نفس القصة حاجة تالتة الاكل والشرط عشان كده اكاد اجزم اكاد اجزم ان السكر مرض تغزية وثقافة اكتر منه اي حاجة بدليل انها لو لبطت هتنزل من الثمانية وثلاثة لثبعة وبعد كده للباق خلص وقت الحلقة احنا عملنا مركز في شرع العشرين الحقيقة برضو احنا دقبل الحالات غير القدرة بقدر الامكان ودايما الايام الجاية ان شاء الله حنوقف معاكم حنعمل يعني يا اما كشوف رمزية يا اما مجانية تماما عشان ده يمشي معه تواصل في شرع العشرين من ناحية صفت اللبن الحقيقة في شرع عشرين من ناحية صفت اللبن قدام خطونيل على طول ده مركز هنعمله يعني باجور رمزية خالص وغير القدر يتفضل غير القدر يتفضل وينورنا وان شاء الله حنشوفه وحنكشف عليه مجان يعني خطوة بنحاول نعمل حاجة مع الناس في الظروف الصعبة دي ولو كل واحد ادر انا قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة اخيه المسلم حتى يثبتها له سبت الله قدمه عند الصراط يوم تزل الاقدام جزء من حديث صححة والالباني عجبني الحديث ده اول حياة اوي 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 يعني من قضى لاخيه المسلم حاجة حتى يثبتها لو لحد ما تتم يعني سبت الله قدميه عند الصراط يوم تزل الاقدام هو انت عايزين تاني اكتر من كده عايزين عايزين ايه تاني هو ايه ايه محتاج فيه انت اكتر من سبت الله قدميك عند الصراط يوم تزل الاقدام تزل اقدام الوزراء واقدام السفراء واقدام الخاصة واقدام الاغنياء واقدام عايز ايه تاني بفكركم تاني اي حد عنده اسئلة للسكر يتواصل مع برنامج تواصل اغلب الناس هنحالجها بالمجان انا بقول اغلب عشان نقدر نعيش بس لكن اغلب الحالات هنشوفها بالمجان ناس كتيرة جدا اتصلت وبعدت تحليلها قلنا لها العلاج ايه ناس كتير اتصلت وكلمناها وقلنا لها ادخلي صيدالية حنوقف جنبك وحصل الحمد لله بعض الناس قليلا يعني ممكن نكون معرف ناش نرد على كل حاجاتهم الكمال لله وحده يحذرون ويحاولوا يتصلوا تاني ويتصلوا هم مش متضايقين لان احنا باخلاص والله باخلاص انا والاستاذ ولي والاستاذ عبد الحميد التوفيق قررنا ان احنا نعمل هذا البرنامج باخلاص النية لله ان احنا نوقف جنب اي حد يتصل مسلم مسيحي يهودي اي اي ديانة اي جنسية اي لون فيك نفس بيدخل ويطلع وانت انسان فاحنا معاك في هذا الخندق تصلوا معايا على تينو 114 114 362 او تواصلوا مع البرنامج الارقام الموجودة على الشاشة امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوه لك بنعمتك علي وابوه بزنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الزنوب الا انت الله باني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماضن في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم ان هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك انتجع القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وزهاب همومنا وغمومنا وارحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسومك في يد اخيك صدقة وقال حب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم وقال من مشى في حاجة اخيه حتى يثبتها له اخيه المسلم حتى يثبتها له سبط الله قدميه عند الصراط يوم تزل الاقدام في النهاية خالص الدعاء لروح والدي الله يرحمه المرحوم احمد الشورى وربنا يطول عمر والدتي وكل امهاتنا يا رب ان شاء الله وربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة اعين ربنا يشفي الجميع يا رب ان شاء الله يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بالتسامة